اشتركوا في القناة بلا شك كانت مفاجئة نوعا بشكل كبير للأسواق والمستثمرين مثل هذه التصريحات التي تصب في خانة السياسة الحماية التي يتبنىها ترامب وإدارته إضافة إلى النقطة مهمة التي تواجه ضغط أكبر على شركات داخل الاقتصاد الأمريكي لإمكاني أو صعوبة استيراد هذه المواد مع فرض ضرائب جديدة أيضا إضافة إلى مخاوف الحرب التجارية التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه القرارات وإمكانية ارتفاع تكاليف استيراد أيضا مزيد من الامتاج في المستقبل إضافة إلى التصدير وصعوبة التصدير أيضا التي سوف تكون أمام الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ذلك سوف يؤثر على العديد من القطاعات أهمها المانيفاكترينج والصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على استيرادات الصلب وكذلك ممكن بطريقة غير مباشرة تؤثر أيضا على الامتاج النفط الصخري الذي يستخدم الصلب في مد الأنابيب وما إلى ذلك وعاليات الحفر ويزيد من تكلفته في الفترة القادمة إذا ما تم تصبيق هذه التعريف طبعا المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية هل تعتقد بأنها قد تجعل ترامب يتراجع عن هذا القرار؟ حقيقة هذه التخوفات أو المخاوف هي لدى المستثمرين بدأنا نرى تراجعها بعض الشيء خلال التعاملات اليوم طبعا نتيجة أنه لا يزال هناك نوع من الضغط السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مثل هذه القوانين وممكن أن تكون الحل بأن تكون الارتفاعات مؤقتة طبعا هذه المخاوف تسبب ضغوط أكبر على أسواق الأسهم وممكن تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الأمريكي ببيانات التي سنراها لاحقا خلال الفترة القادمة ولكن من الصعب الحكم مسبقا على هذه الإجراءات إلا من خلال الأسواق حاليا والرياكشن أو ردة الفعل التي نشهدها والتي كانت نوع من التخوف الكبير وساهمت بدفع الذهب والملاذات الأمينة نوعا ما خلال بداية تعاملات الأسبوع بعد التصريحات مباشرة ولكن عاد للضغط مجددا بالاتجاه هذا صحيح أيضا المفوضية الأوروبية اقترحت فرض تعريفات 25% على وردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية باعتقادك من أكاس ذلك أن حدث أيضا على الحركة التجارية طبعا هذه سياسة الرد التي يتم انتهاجها نحن نعرف أنه في عنا علاقات تجارية قوية ما بين الأوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومثل هذه التعريفات المتضررة الأكبر قد يكون ألمانيا على سبيل المثال وهي أكبر اقتصاد داخل المنطقة الأوروبية وأكبر المصدرين للستيل إضافة إلى كندا وغير ذلك إجمالا مثل هذه التبادلات قد تحدث إذا ما تم تطبيقها ممكن أن يكون هناك ردود فعل وهذه هي بوادر الحرب التجارية التي نقولها وهي نتيجة السياسات الحمائية وممكن يضغط أكثر على القرار السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ونعود ونقول أن ممكن يكون هذه الزيادة تفرض عليهم أن يكون الزيادات مؤقتة لحتى الآن لا نحصل على الكمية الوافية من المعلومات حول مثل هذه الزيادة في التعريفات رائد عادة ما نسمع تصريحات من وزراء في أوبك ووزراء في قطاع الطاقة بشأن أسعار النفط إلى أي مدى ستظل هذه التصريحات تدعم أسعار النفط حقيقة دعمت خلال الفترة الماضية إلى أي مدى ستستمر أو تعتمد أيضا الأسعار على هذه التصريحات طالما هذا الدعم موجود من قبل هذه التصريحات سوف نشهد تعزيز لأسعار النفط واقتراب أكثر من فوق مستويات 60 دولار للبرميل طبعا هذه التصريحات تبقى داعمة حتى يتحسن الطلب فعليا ويدعم آلية التوازن بشكل مطلوب بحيث لا يكون هناك حاجة لتجميد حجم الإنتاج عند سقف معين وإنما يكون هناك ترك لآلية العرض والطلب لتحديد ذلك حتى الآن المعروض النفطي كان في الفترة الماضية هو الطاغي نظرا لتراجع الطلب وطبعا هذا كان حول العالم الآن مع التصريحات والدعم المتزايد المرتبط بتجميد الإنتاج حقيقة تجميد الإنتاج هو الذي يدعم وإمكانية التدخل هي التي تدعم أسعار النفط للاستقرار عند هذه المستويات خصوصا مع وجود قوة في الدولار الأمريكي مؤخرا لم تؤثر كثيرا على أسعار النفط نعم إذن رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا لنتواجتك معنا ترجمة نانسي قنقر